افتتح المنتخب الوطني رديف لكرة القدم مشاركته في تصفية كأس آسيا بفوز مهم على نظره منتخب توركمانستان بهدف النظيف في اللقاء الذي أقيم أمس على استاد عمان الدولي تفاصيل أكثر في هذا التقرير على أرضية استاد عمان الدولي افتتح نجام الرديف مشوارهم في تصفيات كأس آسيا بلقاء منتخب توركمانستان بداية اللقاء كادت أن تشهد هدفا لصالح توركمانستان بعد أن أخطأ حارس المنتخب الوطني أحمد جعيدي في التعامل مع الكرة خطورة توركمانستان بدت واضحة في الشوط الأول من خلال محاولات عدة في حين غابت الخطورة تماما عن محاولات النشامة اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول شهدت أخطر فرص اللقاء من الجانب التوركمانستاني لكن المدافع هادي الحراني كان بالمرصاد وفي الشوط الثاني ظهر المنتخب الوطني بصورة أفضل وهدد مرمى الخصم فيه أكثر من كرة قبل أن يحرز على علوان هدف الفوز لنشام الرديف في الدقيقة السابعة والستين المدير الفني أحمد هايل أكد خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي بعد اللقاء أن المنتخب حقق المطلوب وهو الفوز والظفر بالنقاط الثلاث على الرغم من ظهور بعض السلبيات خلال المباراة لاعب كرة القدم بذات المهاجم ما بقصد أنه يعني يضيع فرص أو إحنا إحنا تيم اللعب لما يوصل باب القول أكيد يعني ما بكون قصده أن يضيع الكرة ولكن يعني هاي كرة القدم دائما ممكن فيه فريق بضيع فرص وبيستقبل هدف وبالأخير بطلع خاسر الحمد لله زي ما حكيت لك أهم شيء الثلاث نقاط طلعنا بالفوز هذا أهم شيء أكيد كان فيه تسرع عند اللاعبين لا شك فيه سوء اللمس الأخيرة لا شك إن شاء الله زي ما حكيت لك فيه بعض السلبيات كانت موجودة رح نعالجها إن شاء الله خلال الفترة القادمة فوز وضع النشام في صدارة ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط مع بقاء تركومنستان وفلسطين في المركزين الثاني والثالث دون لقاء في انتظار مواجهتهم الخميس المقبل في عمان تزامنا مع اليوم العالمي لقصيري القامة الموافق الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول انطلقت يوم أمس في الأردن البطولة الكروية العربية الأولى لهذه الفئة وشهدت البطولة مشاركة منتخبي العراق ومصر بالإضافة للمنتخب الوطني فيما اعتذرت باقي المنتخبات لأسباب صحية وفق ما أفادت به وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار التي رعت هذه البطولة والتي أضافت أن إصرار هذه الفئة على إنشاء اتحاد خاص بها يثبت أنه لا شيء يقف عائقا أمام الأحلام والطموحات الكبيرة شكرا 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 اشتركوا في القناة